السلام عليكم على كل اللي بيسمعنا النهاردة حلقة جديدة من Arabic Data Podcast النهاردة معنا مصطفى نهاري مصطفى السلام بكم أنا مبسوك جدا أننا معاكم مرة الثانية في البودكاست أو الثالثة الثالثة السلام بكم والنهاردة عايزين نتكلم معاك مصطفى على إزاي نبني Data Pipeline إزاي نفكر في الموضوع بالشكل العملي تراكتيكال بالذات أن كتير من الناس اللي بتبتدي في مجال الديتا بيبتدوا أن هم كشخص واحد في الديتا تيم ومحتاج يعمل كل حاجة محتاج يطلع على الأناليسس ويوري ومحتاج دايماً الشركات في مصر بالذات عايزة تنزل الكوست بشكل كبير فعايزين يعملوا أكتر حاجة إيفيشنت بس برضو نبقى بنفكر في الكوست بشكل معقول وكمان بنقدم الفاليو وبنفكر في الديسكالابيليتي هي حاجات كتير متعارضة مع بعضين يعني هون معروف طبع دايماً حط فلوس ويجيب حاجة سكيرة من الأول بس دا الابتشن دا مش متح لكل الناس بس زي يعني نفكر في الموضوع بشكل عملي إيهي البيوريتيز عايز أعرف الثوتس بتاعتك عن الموضوع دا طيب الأول يعني أنا المواطنة المبسوطنا معكم في الحالة دي طيب بالهوم أنا أعتقد أن أنت تقصدك عمثلاً على موضوع الديتا بلاتفورم عمثلاً لكلفتين احنا عندنا شركة عندها بكيند بطبائز وواتفورم اي او دابيز وواتفورم اي اي اردى بميس واتفورماضي ووالبو ستكريوany ممكن كنتم معدهم شويه سورش سيتم ثانية حاجات اللي علاقة بالماركتينج او أي حاجة تانية بيقولك طيب احنا دلت عايزين بقى نعمل زي انترا Pricerporting ماشي حتى بشركة سترات업 عايزة تشوف الديتا من ناقصة من ناحية وانت الواحدك عارف ايه أنت الجماعة ولكنت واحدك يعني أنت واحدك في الشركة وعايز تبني كل حاجة فأنا أول حاجة أفكر فيها هي الأول إيه السلوشن اللي أنا عايز أبنيه الجزء الأول أول حاجة أفكر فيه إيه داتة وحاوسة أنا أختارها لو أنا شركة صغيرة ومش قادر أحدد الحجم الكوست بتاعتي أدئيه وحجم مدات أدئيه ومش عايز أختار إنيستنس مثلا أو حاجة في إنيستنس بسيرف كبير عند称ox سأبدأ بسيرف رؤيسية يعني أنا عارف الآن قيمة سيرف رؤيسية أصلا أنا عارف فينسي nights فعني أخريت صنعي و هناك نسخ لك ذلك لا أردت أن أخبرك يا ما أردتهم بما أنني لا أريد حقيقا بما لا أريد صنعي حسناً، لا أريد صنعي أنا بأخطاء مستقبل فما يأخبر إليها طريقة بشكل بسيط و أجلب الصنعي و أجلب جهازها في البكن لنحب الأمم و أقوم بساطة الموضوع في هذه الجهاز الجهاز اللي عندي في بيدي او الماشين دي هو اللي بسطب عليها السيرفرس دي فكده السيرفرس دي بنسميها custom installed او custom managed يعني custom managed يعني ايه يعني انا اخو مثال Airflow حال؟ Airflow ده tool انت ممكن تاخد كود دها وتاخد Instance Online Instance دي اللي هي server online تحجزه على اي cloud provider ومش فاق معي ايه هو cloud provider دي حال؟ وتسطب Airflow بنفسك حال؟ جميل جدا يعني لو اخذت Postgres كده Instance صح ده كده لو انت اخذت Postgres تعال اخذ ده انا ده مثال حل لو اخذت Postgres وتبطيها عندك على الجهاز عندك او online وحطتها في server دي كانت تسمى ايه؟ تسمى customer managed service انت بتمناج السيرفرس دي create custom انت بس تاخد الماشين وستطب عليها الكلام ده طيب لو اخذت نفس ال Postgres اه نفترض ان الجهاز ده عكده 20 جيجا رام مسلا و 10 core حال؟ طيب انا بقى لو رحت لامازون ولا جوجل ولا ميكوسوفت انا مش عايز احدد لو انا قلت امازون في النص فمش بقصو بي امازون تحديدا او جوجل تحديدا اصلا عمتا يعني فانا رحت مسلا على AWS مسلا وروحت على RDS حال؟ فلاقيت ان في حاجة اسمها مثلا امازون عندها ال version بتاعتها بوست اجريس بتقولهم انا عايز بوست اجريس بمسلا 20 جيجا رام و 10 core مثلا وانتو هما يمانجوا كم ده لانه هما اللي سطابوا بقى ال بوست اجريس يمانجوا الابضيت يمانجوا السيرفر انت بس وانت بتاخد database بس فديك كده بيسمى ايه؟ بيسموها managed service managed service معناها ايه؟ انك مش ده بتسطابها انت بتاخد بوست اجريس وايه؟ وانت اللي بتمانج ال database نفسها بس ال ال infrastructure وكل ال installation و ال upgrade كل كم ده على ال cloud provider بتاعه طب كده امت اعتبرش بقيت serverless؟ لا لسه لسه ديكا still managed service نجيبقى level اعلى بقى ان انا مش عارف اصلا حجم ال ال database انا عايزها دقيق ومو عايزة skill up و skill down بسرعة وانا عايزة تحاسب على مش بقى per instance per usage يعني per usage في بقى في service online اسمها aurora مثلا على amazon مثلا او اعتقد موجود زيها في cloud 10 مثلا اعرف انها موجودة على amazon دي بتقول انا عايز بوست اجريس مثلا او mysql وهي ايه؟ بتحاسبك بال usage استخدمت مثلا مية transaction حسبك بالمية كي انك يعني عمزة نظام كده ايه؟ عارف انت اللي هو على قد استخدامك بتدفع حل؟ طيب فدي بقى اسمها serverless حل؟ ايس على كده كل حاجة فلو احنا ال air flow تسطب لوحدك air flow او تاخد air flow install the gas manage service على amazon او تروح لسيرفيس تاني تكون serverless بس على حسب استخدمت حسبك bear tag او bear يعني bear usage بداعك ففي وجهة نظري لانا ممكن تكون مش صح ما في المية لو انا الشركة صغيرة ولسه مش عارف انا استخدامي اعمل ازاي؟ حل؟ كل cloud provider بيدي كده اكاونت فيه شوية دولارات كده مفتوحة يعني sorry free يعني 300 دولار او 400 دولار او حاجة كده حل؟ هروح لل اكاونت ده وابدأ او الشركة دي وابدأ ان انا وابدأ استخدم وابدأ اشوف الذي اسمر ان تم تأعمل ازاي لو انا حسيتين اني لا، موضوع يعني لو حاسس الموضوع شغال كويس معي فخلص انا مش محتاجة على حدث ان اي حاجة عندي انا كده الدنيا عندي كويسة والسيرفيس كويسة وهي عايزة سكيل اب بسكيل داو ان هي هي قويدي سكيلابول لان هي على حسب استغرام بتاعك انت مش شاي الهم لسكيلابوليتي اصلا في الموضوع الحتة دي واضحة ولا مش واضحة؟ ايه واضحة يعني هي الفكرة كلها ان الحاجة اللي انت بترشحها بقى هي فكرة ان احنا نجيب الحاجة ونهصتها احنا ايش دا انجينيرنج افر؟ انا براش هتروح سيرفاليس في الاول في الاول ممكن تروح سيرفاليس وتجرب بمدة شهر او شهر ونص وتشوف حجم اللي سيرفاليس بتاعك قدل اللي انت بتسيرفاليس طبعا سيرفاليس ليه شوية حاجاتها ممكن ممكن بسبب ما يكون فيه كورس الاكتر لبعض السيرفز بس انا بقول عامة هو يساعدك انك انت يكون عندك فكرة عامة على البلاتفورم تاعك اللي استخدمتها هعمل زي اللي سيرفالي حال؟ فانا لو اذهب لتاوريس مثلا عندي هذهب لتاوريس بتسابط سيرفاليس غالبا غالبا معظم تاوريس الكبير دراتي لأفطاط ريدشيفت او سنوفليك او بيكويري هم هنضم سيرفاليس سيرفاليس معناه اي انت حسب بيكويري بتاعتك انت حسب استخدامك هتدفع فانت كده مش محتاجة شي الهم الانستنس كبيرة او مثلا لأ انا محتاجة احكيز انستنس مدة سنة و سنتين عشان اخدها خيصة هم كل كانت رايحة مارك منه فاختيار ديتر هاوس في الاول ده اهم حاجة اتاخده وانا موجود نظري انا محبش اختار ديتر هاوس بس اختار ايكو سيستم يعني برضو نظرها بتبقى سعاد ضيقه شوية ان انا اقول ان ديتر هاوس دي احسن من دي طب انا موجود نظري ان هتبص على البلاتفورم على بعضها الايكو سيستم الكمبيت بالنسبة لك يعني انا محتاج مثلا بلاتفورم يكون فيها ديتر هاوس فيها شوية ديتاباس باك اند فيها شوية مثلا اتيل تولز ولا واتفر اللي انت هستخدمه بس الفيهة كانت موجود فيها غالبا غالبا انا افطاط مثلا كم على امازون و جوجل مثلا عندهم نفس الكلام ده حل؟ فتح محتاج الكمبيت بطويري مثلا عشان بيعرفوا يحطوا الجي شيتس جوه الجزر مثلا بالمناسبة دي حتة بعضهم مهمة يعني اللي اصد اقوله ان انت تاخد سويتشان زي ده وممكن تبص على برايسينج برضه يعني في بعض الشركات البيترات الموجود بتاحها بيكون يعني اكسبكتد انت برايس ليفلت حيث انه مش ديزاين للسمال كامرات انا اعتقد ان حتى لو انت برايح لأي كلاب برافايدر وشوفت عملت كونتاكت السيلز وشوفتهم اليوسكي سيقولك انت مفرد تخش عني بلان وزيت المكان بس لو رجال نقطتنا عشان نبدأ ناخد بأول صليب بوينت لو رجح الديتر الهارس اول حاجة في الديتر الهارس ان انا اروح ابني الديتر الهارس من كابني على الهاجة سيرفاليس على الاول شهرين ابدأ شوف اليوسكي بتاعتي حل؟ حل؟ نحن نقل الجزء الثاني دلاتة دادة المكان اللي هو هست فيه ادتر بتاعتي هجيب الديتر ازاي بقى؟ هذا الصعب يعني انا عندي back-end data عندي شوية apis هجيب الديتر ازاي؟ عندك excel sheets الexcel sheets انا اريد ان اخذها الواحدة انا عرف انك لديك يوسكيس لها يعني كنت اكلمت فيها انت وعلي قبل كده ممكن اخذها الواحدة اقول لك يعني ايه اللي انا فكرت فيها اعملت قبل كده بس لو اخذني بشكل عام في الحاجات دي انا مجد ان اتنظري ان هي موضوع هيتردقف مبين حاجتين يعني معقدين قوي مبين cost بتاع التول انا محتاج ان انا افكر ان هي تجيب لي حاجة جاهزة وتدهاني اذا بتقول ايه home delivery غاية عندي من غير ما اقعد اكتبه custom code ولا handle instance وعمل كل الكلام ده مبين ان انا اعمل حاجة دي manual فوفى code بس عايز resources وعايز maintainability لو ال scalability issue لو ال data زادت ولكم ده كله في وجهة نظري في الشركات الصغيرة تذهب لتول جاهزة تجلب لك ال data وحاول تراه الموديل في serverless لو على قد استخدامك في كل الشركات ستجد تول بتعمل مثلا cdc حل؟ لم كمع على AWS لدي في عندهم DMS تعمل orange migration service هاخد طول زي دي هقول لها هاتلي الداتا من هنا لهنا حال؟ مثلا من MySQL لأسري أو لجوجل بيكوير ولا يعني ولا ريتش يفقين كان طب هل تم انا هروح هوفر فلوس وأبني الكلام ده كاستوم صح؟ بس هي بقى هي دي انت في الاول لسه ما تضرعش وقتك البيزنس ما عندوش رفعات ينقل يستنعك لما تبني حاجة نيت أو تجيب حاجة open source طبعا كاستوميزيش عشان توفر له يعني نازم برضو تعود فرق ما بين يعني مقدار التوفير الدقيق يعني ان الشركات برضو آه هي عاستوفة بس انت برضو ما تعودش تحرق له سنة عشان تطلاله production وما تحرقوش تقول لنا ما عايز team كامل عشان خباك اصلا انت هتتفلوب طب ومين هي support اف البيبلاين ده في البالليل يعني انت أصلا انت كامر بايبلاين اصلا هتبنيها بعدين لوحدة دي هتفل لوحدة طب وان الحاجات بالكونكتر عريبلي كما ممكن نستطيع منها فوجد نظري في الجزء الثاني من الاقتراكش اتمنى ما اجاب ممكن لما نعمل ستشن تاني يكون معنا يعني طول نرس معلها اونلين سوا بس هيب عندي data rehearse serverless عندي tool migration service افضل لو فيه serverless او حتى تكون local tool يعني تجيب لي الداتا دي حلو كده احملت two component عندي الداتا عايز نخش على طول في اننا نطلع الvalue من ال data مش هيزين نضيع وقت في اننا setup infrastructure تمام حاجات كده اللي هي setup بسرعة طب انت جبت ال data وجبت ال data حتى في serverless حلو طيب نيجي بقى المعادلة الصعبة الثالثاني هل اعد اعمل custom etl هل مثلا دي انا احلو open source حق زي spark مثلا وعود اكتب scolar code وعود اعمل etl وابني مش عارف host الكلام كوبرنتيس وعند كله بشكل معقد وما كلم على startup وميد level ما كلم على enterprise enterprise لها وضع مختلف لها كلام مختلف اغلبا مش هيجيبه واحد لا وحتى لو هيجيبه team حتى الكلام مختلف في level ده لانها حاجة من الاستخدام كبير وممكن يكون اللي بقول ده ده لا ينطبق عليهم هيبق اغلى اغلى يعني فيها فاكر طيب فانت اغلى 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 صغير فمش هكتب e-tail b-spark وعند data fredshift او b-query او snowflake حل هشوف تول سهلة تعد تديني شوية utilities جهزة نبني عليها فلو عايز ابني موديل زع data انا شايف ان اسهل تول في الماركد هي data form و dbt data form google و dbt open source هل اغلى اغلى open source اما عرف data form open source اغلى still open source اغلى اغلى dbt still open source هل انت تقدر تاخد التول تتكون تبني الموديل بتاعتك باستخدام SQL simple SQL فانت محتاج تدور على الماركد على حد يعني حد يكتب Scala أو Python انت محتاج الناس more talented عشتغل ETL نضيف حل لكن انت ما بتعمل اللي بقوله ده اللي بقوله اسمه ELT مش ETL اللي هو extract low transform فانا اعملت ال ELT logic ده وحطيت dbt ده يران حتى في حاجة زي CICD process والgethub actions ولا getlab actions ولا حتى عملت host على micro instance هتشتغل معك زي full لأن صباح رح تمشغل job locale عندي على فكرة يعني ده ميزة كوية جدا في التول مثل انك انت حتى عندك تست بها code بشكل simple locale عندك مش محتاج complicate يعني مثلا من ضمن لو انت عندك spark وعايز تعمل testing انت عندك unit test وعندك integration test يعني مثلا في شركة تعمل integration test في spark مش سهلة ونقصت فيها ودزاين مش سهل انك تبني platform والintegration تستعمل كيف وconnect ما بين system والmocking لكن SQL مش بحتاج كل الكلام الدنيا أبسط من كده وتعملك schema لوحدك وخلاص test بتاعتك وحتى dbt وdata form مثلا عندهم already utilities جاهزة testing حتى اشترك testing اشترك unique online في documentation يعمل الكلام ده عايز تشكل complete data أو freshness على data كله online في yaml file هيعمل لك الكود ده فتقدر انك انت وانا ما في طلب ابني platform قادر في خلال اسبوعين بكده سبيع قادر خاص طلعت production وعملت model وابدأ وارد الناس شوية result من data ولو جينا فكرت في cost انت دفعت حق ودفعت tool migration ودفعت tool ELT وطول دي لما تجي deploy ممكن تضع github actions او getlab او حتى instance صغيرة تعمل الكلام ده او حتى container يعني في مثلا على amazon tool elastic container service serverless يعني بتعمل dp container بتحسب على minutes بتغني container وخلاص فحتى دي كل serverless يعني عطى فكرت platform end to end يعني كلها serverless ممكن بعد شهرين لو حسيت ان عندي high usage في حاجات معينة ممكن ابدأ اخدها as reserved instance وعمل نفسي بس حتى ده ممكن تoptimize بس انت كده تبتع production بصورة عوال محتاج تفكر infrastructure ولا complicated platform ولا maintenance حس انت وفرت على نفسك وقت كبير وبعض ستيل اما ستقدموا السيرفز اللي انت حتى مش محتاج تعمل ETS بتاع انت ممكن انت تروح dbt cloud وتدفع لهم الفلوس اللي ما بيعملوهم هم يرنو لك jobs بتاع تك انا 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 يعني انت لو دفع الوحدة مش بدفعوك حاجة خالص انت لو شخص الوحدة صفر اثنين هتدفع 100 درار على الشخص فهي لو انت شخص واحد يعني بفتال اتليست هتجيب لها كمان يعني اتنين ثلاثة كمان يعني سانة ولا حاجة بس هيبقى حسن انك تمنج على ETS وهي يعني حتى فكرتها موضوع سيمبل جدا انا هم كمان دي بيتي حاملين اصلا الكونتين جاهز تحت يعني بوضو انا عرف الناس بتواجد اسم هكام ده بتواجد اشعر بالcomplication فهي محتاج اعرف docker محتاج اعرف تفاصيل اشغال اشغال ازاي وعرف linux وعرف يعني هما الناس يعني انا احاول انسعب بعض اقول انا يعني انا ايه الحاجة اللي ممكن بتوفر الوقت في حياتي وهاخب مجاهز فالناس عامت اوطميز الكنتينر صغيرت وعرض ميادار وبيمانج وا الباكيج فيه فالدنيا بقت ستيبل وكام ده جهاز فيه فانت حتى ما عندك بتاع الكنتينر او dbt زي تصد طبق فهي في نقط دس على موضوع الاستخدام ال data warehouses technologies بس ان default configurations يعني ده ال سنوفليك مثلا بيعملو لك warehouse size medium غالبا انت مش محتاج warehouse size medium ده إلا لما data فعلا بتكبر بشكل كبير موضوع ان انت بتتحسب على usage فهو الwarehouses في سنوفليك مثلا يقول لك الwarehouse بيتايم out بعد خمس دقائق فانت لو قومت جربت تعمل query هيقوم لك warehouse وعملت query بلما يطفي فانت بتحسب على خمس دقيقة مش ثلاث ثوان اللي انت استعملتهم فدي مثلا حاجات في configuration انا مثلا في اول project ليا كنت شغال core time كنت شو اخب علي من حاجات دي ولو استعملت حاجات كبيرة قوي من غير داعي مع ان كان ممكن الواحد يعني يديك شوية زي يقلل موضوع بياخد نقطتين ونقطة قد تكون يعني عارف الناس كلي ما بتفعش مع اصلا في ناس بتروح دات الهو مثلا زي big و و كده ممكن تعمل مثلا اورورا مثلا تكون كافية يعني اورورا مثلا بوستجر يمكن تكون كافية البوستجر لدات الهو شركات متوسطة و صغيرة حال مش محتاج حجم الدات انا بتكلم مثلا لا انا اقول لك يعني ما دي بحيت انا بتكلم عنها بعضو انا بتكلم لو في شركة عندها هفترد يعني يعني دات هم عندهم كل شهر 10 20 جرابايت حال و اوصل له 10 تيرة او 5 تيرة كمان 5 سنين فانا من دلوقتي روحت الورا مثلا والا اورورا بعدين مش هتكلف ان هو قام ده حتى لو انت بتتكلم على بس الجزء ما عفش سنوف لك بس مثلا نتكلم على نفط الورد شف و بيد كوير ما اعتقدش انهم عندهم الحتة بها تليميتيش دي وبيحسبك بالكمبيوت بشكل مختلف واعتقد ما عندهم شي انك داخل ميديا مكرم ده انا احيي مش خيبية في سنوف ليك بس انا اللي عارف ان بيجو ويت شف عندهم مش احيي نفسها بالضبط فانت تعالي على ادي الوسيج داعك سنوف ليك بيحسب بالوقت ما هو دي بقى الميزة بتاعت الاستخدام اعتقد ويت شف بوضع نفس الفكرة بتحسب بالوقت حسب بالاستخدام تاك تسكن انت ايه في data فانت كده عندك كده في سنوف ليك عشان التولز اللي هي connectors لما بتconnect على data warehouse عشان تبوش ال data كان كل ده وقت يعني بيبلوك وقت كده ويحسب ك عليه ما انت ما استخدمت في هي بس انه او من data warehouse وثانية انت لك حسب تاك 5 دقيق ودي حاجة يعني 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 انا مثلا ما حسيت بالموضو ده شوية يعني انا شفت مثلا solution وشركات متوسطة كتعملها مثلا ريتش فتعمل حركة حلوة جدا رجبتني جدا جدا كانوا عملين reserved instance as a main cluster حل صغير مش كبير مثلا حاجة ريس وعملين serverless للreporting على قد الreporting طحهم بscount data يعني يعني ميكس ما بين reserved والserverless ويتشفت عندها حركة sharing كتصائعة جدا يعني نو كأنه عملتوا cluster واحد على طول abandoned learning لل ETL و loading data واحد بس لما يبقى في reporting من طول تحت visualization مجهود وفلوس كتير بالشركة دي BigQuery يعني حتى كل بشوف BigQuery يعني حتى لحد بيشتكي في pricing عندهم طريقة يلمتوا اصلا لو BigQuery بتحت اخد رقم كبير وحاجة زي كده بيلمتوا الكلام ده بتشتري slots compute معينة ولو عدتها high Q فدي حاجة انك انت عارف انت تدفع كام كل شهر تجد حاجة عظيمة بيستعمل بالزبط يعني برضو اخدت الميزة دي وستيل ما انتش بقى فاق معك الكلاستر دي بس نيجي بقى برضو حدة تانية اوما انت جبت ال data وما بعد ال data انا برضو ضد فكرة انا تروح لحاجة هتدفع فيها subscription يعني ايه كبير انا شايف انك تروح لحاجة على اد استخدام برضو حاجة تكون serverless مش تول بتحوستها في server وتبع على اد استخدام اد عد ال user بتدفع يعني انا هاخد scalability مثلا هاخد افترض performance لو انا في واحد يستخدم visualization tool هدفع مثلا 10 دول في شهر وبالتنين هدفع 20 وستيل باخد نفس performance الثلاثين هاخد اكتر بين هاخد اكتر مش محتاج ادفع مثلا 20 الف دولار subscription عشان اياخد حاجة الممكن لانا الواحد يستخدم او 10 او 100 انت هاخد استخدام نفس الواقع اللي هي بتحسب عراس انا بحب موضوع حساب عراس دي تحس انك انت تشتري مواشي بس هي كده انت بتعامل بغراس انت بتعامل بالشخص اللي داخل عندك على قد استخدام ومانسلي يعني بعضو من ضمن انا مش بحب اقول اسم شركات مش عرف لي الموضوع عندي تطشعة داخل اتجاه يعني بس في شركات من الشركات الكبيرة بتقول لك ان الانيوال سنوية يعني 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 اسم مثال تبلو تبلو مثلا عندهم الانيوال سنوية ما عندهم مش منصر سنوية يعني انا عايز ادخل اوصر لمدة شهر واخر لك لما عندي الانيوال لما ادفع الانيوال طب انا عندي الصيف جالي واحد داخل اوصر 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 عايز يمشي بعدين او عندي الناس في البيزنس عايز حاجة لفترة اوصر اوصر نعم بس يعني أنا شفتش هكذا يعني موضوع ده مدقيها جدا يعني وكمان عندهم Limitation Internal كان بقى في صيز الكاشينج والكلام ده وكمان التول نفسها بتبقى closed ان لو في مشكلة لازم تاخد support بلان تدفعها ومعين شوصة لصبورة بلان معينة عشان تاخد support انت محتاج كتول تشتغل بيها حواليا مثلا لو كومبيرت الكلام ده بتول مثلا مختلفة نفطي بربي اي ولا كويك سايت ولا التول اللي هي يعني اوضي اقول اللي هي حتى الانتربرايس بحب الميتابيز في اليوز كيس دي وميتابيز بردو بس بس هي الفكرة ان انا يعني انا بدور ستلي عشان صحيبا انا بدور على طول بتصبر طاشر كبير يعني هي open source اللي هي هستها عندك عايزة هستها عندنا ادفع مية دولار في الشهر وخلاص فلوهم مش متعبة في smooth project يعني اه في smooth project ودي فكرة كويسة الميتابيز في حتة دي يعني ميتابيز وفيه اكتر من المشروع يعني حتى انا شوفت شركات ايما على ريداش عارف ريداش اللي هي حرفنا SQL engine اصلا وشورة simple chart كده في شركات مأوومة الدنيا على ريداش اللي هي حرفها انا بقول انا استغرابت قلت اكيد كلام ده لا اكيد مفيش حدو يعمل كده ليه دم فيه ناس ايما مبسوطة اكيد انسات انا شوفت ناس عاملة على redshift اللي هو queer editor هو فيه option كده simple charts الناس عام نوت بوكس اللي هي على redshift editor نوت بوكس فيه للتشارت وكل يوم بيرنوا كمنا وشغالين مقاضية معاهم يعني وشغالين حتى بس انا اتكلم على لفل يعني لا ناس عايزة visualisation وعايزة stability وعايزة support انا اتكلم على طول زي كده انا حتى يعني انا عارف ان local pricing model بتاع بعضه complicated شوية وعطقتش مناسب لشركات صغيرة يعني اعطقتش مناسب لشركات صغيرة فانا اللي عارفوا ان quick site مثلا ببعض بي ارى مناسبين للشركات الصغيرة والموتوصولات اعطتك بعضه الكبير بس انا بتكلم اني ك pricing model انت بتتفعش على غير انت بتتخدمه وتتعب للشخص وبر month وتقدر تشتري كاش يعني مثلا ضمن مشاكل في بعض الطول اني في شركات ربطة الكاشينج layer مثلا انا عايزة الكاش شوية داتش ان دايتي تكون سريع بغير موضوها هيت تدابيس كل شوية ماشي؟ في شركات ربطة الكاشينج بعد الوزر انت مشتريها في شركات تانية لا عامل انك تقدر تشتري كاشينج ستوريج لوحدها كده بعشرة ضرورة مثلا فالشري نفسها تشتري خمسين جيلة كاشينج ماسلا فطارد يعني حل؟ فما ليش حد معي 1 اوصر معي 100 مش فقط معي طبعا هو تكاكي على كل اوصر بتاخد كاشينج ستوريج بس اصد تقدر تفصل ده عنده فأصد الفلكسابيليتي بتاعت التولز في الحاجات زي كده بتبقى مفيدة برضو لازم يعني في بعض التولز بتبقى مور للشركات اللي عايزة حاجات simple dashboard او الشركات برضو عايزة complicated dashboard وفي analytical functions كتير لازم نشوف هل الانالتكال فانكشن دي supportive tool لا بس ستل عشان ناخد حدي سريع لو عندي data warehouse واشتريت تول زي barbi ولا quick site مثلا نفطارد بسببسكيبشن per month لكل يوزر وستل هتاخد support requires هتكون نكت direct على ال data warehouse تحتك سواء بقى انت بتتكلم على redshift مثلا او direct او بتتكلم على تول مثلا بيكوريو حاجة زي كده gdpc والodpc والدين تبقى شغل معك زي الفول ولا محتاج تسطب ولا محتاج تعمل اي مجهود وحتى عندهم ال auto visualization حتى لو انت ما عندكش يعني انا مفطارد مش كل الناس عندها نفس السنس يعني هذا السنسي visualization هم عندهم بطريقة ان لو ادتوا ال dimensions على ال data ويعمل auto visualization هيقولك انهي recommended chart كمان فساعات التولزي بيسهلك وتوفر حيات الناس يعني حتى كنت شفتها في barbi ai عجبيتني شوية الفترة اللي فاتت ان barbi ai desktop لو حد عنده اللايسنس بتاعها يعني اقرب ل excel كنترافيس طب همش excel فساعات في ناس اللي هي background excel بتحبوا barbi ai حتى ال business و ال stakeholders بيعشاؤوا ال excel و ال spread sheets فتخيبا انا كدت لهم طول نفس اللي كانت فيل بتاع ال excel هتليم اصلا تعلموا بباوا بقالوا حدوهم مثلا فباوتو ممكن شراكتوك انا عايز الاسبك عن ديسكتوب version مثلا مثلا بطول مثلا بباوا بقالتكون حاجة زي كده وحيد بس يعني جربت استعمله على الماك وكده لا ببساطة محتاج windows device يعني تابلو مثلا جانب الاخر عنده desktop application وشغل ويندوز وماك بس عنده مثلا اللي ميتشم تحت اللي يرلي فهي بص بصراحة يعني هستعمل ك comparison ممكن نبقى ناخد مرة كنا عانو compare between tools and station مع بعض نشوف ايه وقتنظرنا فيها بس القصود اقوله ان انا كشخص عندي شركة صغيرة ماهي لشعز ننفست كتير انا محتاجه اطفترح على حاجة الديني على الاد الاسسج تاريو او اد اليوسر مفيش yearly commitment مفيش reserve in Estance فارطة طويلة مطاردش صعب نفسك انك اي تجيب انا اصلا عايز اعط بفترة a right Inest a right size الكلاستر بتاع مثلا اه ده تستعدي سواء اسمه Flaiq ولا Redshift اروح serverless مات عندك redshift serverless عندك big quia serverless مدعوش صعب الدينة علي نفسك تروح لحاجة زي كده عندك كردت اصلاً 300 دولار استخدمه وشوف انت سريم ده كده ايه هل؟ ما كنت افكرت او تميزيش روح لحاجة كي DBT او Data Form عشان تبني الموديل بتاتك بسرعة ما تقعدش تنفيست في Complicate ETL واقع تشوفها المنتين ازاي والكلام ده في اخي ده سيكل لو انا جبتت انا السياعة في سعيدني اصلاً في صبورة الكلام ده روح لي Migration Tool جهز ما تقعدش تقعد كده على نفسك فانت فكرت كده Data Component Platform أو Data Platform عندك Migration Tool عندك Data Warehouse عندك ELT Tool فانت كده خلاص قصرت الحاجز بتاعي انك انت عندكش Data Platform لخلال يومين تتبع عندك Data Platform هاي ما عندك طبعاً Limitation ستيل نائزية من Data Model وكانت بس مش مهم اطلع ديراتي بعكاً انهانس بعدين يعني فاهم؟ بزيت في ال Startup Startup مش عايزين يقول طويلة انك تديله Fancy Inmon Dynamic Model قد ما انت ممكن تديله حاجة كمبل كده بس مش هخلع يقول حاجة ويطلع منه مش هيعفهم الكلام ده ودي متفاهم صعبة شوية على الشركات يعني في عملي؟ يعني اللي انت بتقوله ان انت عايزين نركز اكتر ان احنا ناخد Tools Plug & Play اهم حاجة تقول دي تكون بسكيل في ال Pricing على حدي الاسجو ومنحاول اش ن胸اه انجينير الدنيا يعني حاول حاجات سيما الودي ويطلع ونعمل حادما نبروف ال Business Value بتاعت بس تعال نفكر في سنة تأسئلة حتى نتأكدها فهمين صح ماشي؟ لو احنا الـ Data Warehouse التي هي Serverless هل هي Scalable؟ يعني لو حجم الـ Data زاد عندي أو في المستوى زيادة هيحصل عليها مشاكل؟ يعني الـ Data الـ Class النافسه بتحسر قد الـ Usage فهو Scalable طيب الـ DBT هالـ DBT Scalable؟ اه، لماذا؟ By-Nature هو Scalable؟ لأنه أصلاً ما بيران ليس على الـ DBT أو بيران على ريتش فأنت فعلاً ما لديكش أكتر أن تريد حاجة وخاصة تضبط معك طيب لو نتكلم على الـ Reporting مش فاقة معك أنت التول بتحسبك بـ User Berkshire وانت مش فاقة معك حاجة مع السيرفر تحت الـ DBT هل؟ يبقى لنا الـ Migration Tool فيه Tools بتصببت سيرفر لس ولم تصببت سيرفر لس ممكن تبدأ بحاجة صغيرة وتبدأت إنهانسها وحتى شاكات تقول لك قولي حاجة من الـ Database لديك الـ DBT ونقول لك تريد Migration Size الـ DBT يعني خلص خلصت انت كده من غير ما يبقى عندك detailed architecture يعني يعني experience بها في الحاجات دي still في تفاصيل بقى ممكن بعدين نتكلم فيها بس أنا مش عايزة أكومبريكي الدنيا بس الثالثة component دول معك Scalable وبينيتش هما High Available وبينيتش هما بيثبطوا معظم الـ DBT حلو؟ بكام عشاكات صغيرة ومتوسطة عشان بسم حدش ياخد حتى المشكوم المتوسط بس يعني غيراً اللي المتوسطين يعملون اللي المهم مشكوه قوي يعني بس فانت كده خلصت البلاتفورم تاعتك تيجي بقى موضوع التاني بقى انك انت زي بقى تبدأ بقى تنهانس البلاتفورم تاعتك الـ documentation الكلام ده كله طول مثلا زي DBT توفى لك جزء من documentation حلو؟ طول زي مثلا ان انا ابني اللي انتشار مظبوط هتلاقي موجود في DBT طول مثلا زي Migration Task تعمل لك data mapping automatic في حاجات كتيرة لو انت بتفكر في Simplified Tool جاهزة مجموعة توقيت روح انك تبني كل حاجة اسم ممكن لان افسك وفارت افسك مجهود و effort و developers time اكتر من انت محتاجه في مستبل كتير فهم انصو دي؟ فهمي هي الفكرة بس يعني انت فعلاً بتبقى محتاج في الاول كده بالذات الـ Startups بيبقوا محتاجين يشوفوا هل هننفست في التيم ده أطلاً هل موضوع الـ Data ده هيشتغل عندنا؟ همي بيبقوا عايدين يشوفوا الـ Value بسرعة واللي هو الـ Data اهيه واخد الـ Excel Sheets بتاعتنا والـ Data Business بتاعتنا وطلع علينا الـ Value وريلنا ده احنا مش شايفينه وعشان كده برضو بنقول للشباب بتعمل بـ Data Platform ان حتة الـ Over Engineering ساعات بتأسع المشروع وفكرة برضو دي حتة بقى يعني عارف اللي اهميت ميارة طبعاً انا بتهم عاك اكتام ورح حتة الناس فهم الـ Business فكرة ان حد يقولك انا مش دعوة انا عايز انت تقول لي انت كد بيزنس تقول انت عايز ايه اعمل جوب بتعمل ايه وانا اعمل هيلك انت كده بتضيع وقتك وبضيع وقت الشركة انتازم تكون فهم الـ Business عايزي اشان تبنيه حاجة ساعات انا انا لو رحت بنيت الـ Business بس انا عايز حاجة 1-2-3-4 بس ده مش بستدزاين ايه بس هايبقى هيبقى مقبول احسن يبقى حد مش قادة يوصل الـ Business Value قاعد بيحاول يوفر انجينير على نفسه وياخد فترة طويلة عشان يوصل معلومة سعايب بزنس عايز معلومة دلوقتي اذا وديت هلو بوكرة مش هنفيدة ليه هلو تهلو بعده خلاص بقى خليها لك وده احيانا برضو اعنسان بعض اقول للناس يعني ايه انا عايز حاجة فعرض اقول له انا انا عايز انصحك عشان تنجح لان انا كل ما ماركت الداتا بيكبر كلنا بنستفيد يعني احنا كداتا تيم كداتا كلنا اعبوض افكر فيك كده كل مشاكات تنجح وتاخد فاليو اكتر من الداتا يعني كنا مثلا لو ابتعدنا ان انا قلت معلومة دارتي وفي واحد استفادت منها وبيت معلومات وقلتها ماشت غازمة فعجل استفادت منها ده اثر على حاجة مفيدة وقدر يدير الشركة بتاخد فاليو ومدداتا لو فكرنا عشان كده اتجد ان الماركت اصلا كل ما ياخد من الداتا معلومات اكتر كن يبدو ان نستفيد في داكت فحتى كالينا احنا كدهلوبر مش هتستفاد حاجة انك تعمل حاجة وحاجة فانسي وانت موساطش بيزنس يعني لو بيزنس ساتسفاكشن والعليل في شركتك يعني روح نسأل كده لو انت شركة صغير روح نسأل كده لو انت شركة صغير روح نسأل سي او قول انت شايف ان احنا هل انت داتا ديفين كرامبنية او لا هو يقول لك لا ليه يقول لك مسا لانتو مش بتساعدوني ان اخذ كبير بشكل سريع ايه في مشكلة اعرفوا صراحتين مشكلة بتاعتو على جانب الكواليتي اوف كود وكلم ده انا بزيها ممسوط زي الناس اللي بتفكر ان ارشادات التلترنت ايه ان احننوح مايكرو سيرفز مايكرو سيرفز مايكرو سيرفز مايكرو سيرفز نحن 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 نحنن 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 بلاي كيش اقول داين. هنجري خمسين واحدة بزمانة بلاي كيش. هطلع مريكا سيرفس ايه يا ابني والكلام دا. هي اعدتها بلادفوم نفس الكلام. انا بحاول يعني. ان انا ابني داتا ويحاول سواء اجيب كتاب بتاع كيمبل اللي وقعد ابني بقى الفانسي دايمينشن. واعد او بطميز الكلام دا. فظل ان انا ممكن ابني حاجة دوقتي او بطميزها بعدين. انا بالنسبة لي دا هيكون مقبول. اما حاجة عامل الطايم والبزنس فاليو. لو مش قدليني اقدم بزنس فاليو من الدياتا. وجد نصي انت كتاب تنحنك الغراط. طول ما انت قعب بتنهانسف حاجة. يعني انا محدة بيقول لي انا عايز انا ببنى حاجة. فقول لي اقول لي بزنس سيوس كيس. يقول لي انا عايز احوام باتش يستريم. ايو. 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 اي البيزنس سيوس كيس. عايز اصرع بايبلاين. يبني. اقول لي ايه هو الـ business use case بتاعتك في الاخر خالص يقول لي انا عايز اصرع الـ business decision بدأ ما هو بيتاخد ديلي انا عايز ادعوهم الارقام دي اولي ايه بقى الـ value عشان يقدر ياخده كذا كذا كده انا حوصلنا الـ business value نبدأ بقى نـ invest فيها ونطلع الكلام ده فانا شايف ان دايما الناس تبدأ من الـ business وتبقى تقفل الـ cycle لغير بوصلت ديلي مش العكس ما تقعدش انت تتحط effort في حاجة ما حدش نستفيد منها ما نركز يعني اعتقد ان دي بتبقى زي شاهوة عندنا كذا اللي هي ان احنا عايزين نحل engineering problem صعبة واللي هو عايزين بقى ان هي ايه نخوة اللي انت صار مش على حساب الشرك يعني انا وجدتها زيوانة انا كوضحت من الناس اشترك عشان تعمل احسن حاجة للشركة في مصلحة الشركة مش في مصلحتك انت الشخصية ولا مصلحت مسيرتك في كاريرك التعليمية ايه الحاجة اللي انت ايه tools اللي انت عايز تجربها والprojects اللي انت عايز تشتهر عليه انا ممكن اقولك حاجة عمالت غالظة مرة كنت عندي use case نحن بميجرت من tools مثلا لتول تاني حل وجيت قلت المديري انا عايز اروح لانشافي ان احل سبارك حاجة سكلا بول مش حاجة كذا 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 عطا شرح موايزاتها فبعد كده مديري عادنا نديسكراس فاكده تبقالت بوصيلي مسلا عن dbt في الهتة دي فانا سأتغطيله يعني dbt ده elt وهنهلك الداتة والحاوس معانا والكلام ده فعملتوا comparison دي دي لدي جدا بعد كده جي فين قطن في comparison كده هو ساب كل التفاصيل قلتها ومزك في حتين كده يعني عاد فاكد انا كنت يعني ساعتها كام ده من خمس سنين which is مش فضلة طويلة بس يعني اصرفي فهمت فيه حاجة قال لي حلو النقطة الاولى اللي انا كنت كايبها له ان عشان الاقي developer اصلا وانا كنت في دولة اوروبية عشان الاقي developer في اللي بيكتب scholar spark مش متوفين كده في market تيكت نقطة سلبية تجاهل spark هوافة ان في حت دي بي تي اي حد بيكتب سيكول اللي يستطيع support الكلام ده حتة التانية في حتة الادابت انت لو عايزت الادابت تنقل الموديلز من تلاند في سيكول للسبارك ولو عايز تنقل دي بي تي طبعا دي بي تي اصرع بكتير ومش حتك تغير حاجة في سنتاكس اصلا يعني لو انت عامل ELT فحتى افكر كده ان time to market والbusiness value هذا يقدمها اسرع هنا ولا اسرع هنا ممكن اسرع هنا بس المستقبلة ممكن احتاجة غير بس ساتي لو احنا قلت للbusiness ان نعمل حاجة فانسي عشان كمان خمس سنين اقول لك لا اعملي دلوقتي بيزنس مش هكام احنا اصلا مش ضمنين نكمل خمس سنين في الماركت اصلا خلاصني دلوقتي او بقولش حاجة ان انت غير كمان شهرين سيقول حاجة كنت بتقول عشان كمان خمس سنين احنا محتاجة غير الكلام دلوقتي ابنية اوكتكشة وقول بيزنس اصلا مش ضمنين خمس سنين بيزنس يقول لك تمان ثلاث سنين بقى وسط ساعة ثلاث سنين ونوص هبقى ديك فترة ضمي جارة الكلام ده طبعا بقولش ان حاجة دراماتي بس وكما حتى حتى اليوسكيس دي حتة ETL لوجيك برمي بيبني باستخدام مثلا تول زي سبارك واسكالر يتنقل ل DBT او Airflow حتى باستخدام سيكون يبقى أسرع يعني أفيد وقبرك للبيزنس من كنت تقول انها عمل حاجة فانسي باستخدام سبارك اشان بحب سبارك انا بحب سبارك واسكالر بحب اكتب سبارك واسكالر بس هل حبي لسبارك واسكالر ممكن يقصر على كارتك للبيزنس لا عارف لو ايه الحب بيجي بعد الجواز يعني 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 DBT وما تحبوش حبوش مش مشكلة حتى يعني 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 وحب شغل مش مشكلة الشخصية وهذا يبقى مش على هواية فالهوا ده حاجة مش مهمة أصلا يعني فدي حتة مهمة جدا ان الانسان يحاول ويختار التول يفكر انت تعرف سريم التول دي وطلع بيزنس فاليو بسرعة ولا ودي حتة تزن ربطها كويس جدا اوانا قلتلي ان اي طول من اللي قلتها هتبط الانسان بتاعك تطلع بروداكشن وبيزنس فهوالك مستخدم هيش دفاع حتة مهمة جدا يعني طب لماذا مكرتش في موضوع سبارك اللي هي قلتله طب انا عارف سبارك انا هعلم تقريبا تقريبا 100% من الشركة حتى البيزنس بيعف كتبه سيكول يعني احنا شركة لكوش عارف هدي 100% يعني من اول CEO لغاية Data Inter بيعف كتبه سيكول يعني حتى Data Inter هدي في الشركة بيعف كتبه كويس جدا ما شاء الله ما شاهدت شكرا في حياتي يعني لو كنت شاهد ناس بيعف مش لغاية صح الشركة كتبه مهم ما شاهدت سيكول فانت لو قلت لناس انا اريد اتنين developers اشتغلوا معي في my josh سيكتبوه 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 لكن لو قلت لن اريد ناس يعني سيكتب Scholar Functional Language تكتب Scripting Language حتى مش هتلاقي حل او مش بنفس limit اللي هتلاقي في Data دائما بيoptوميز كل حاج وطار ان انا عم بيoptوميز وحد يعاف Spark وهختار ازاي Executor لا في Learning Curve كبير عشان توصل لنفس النقطة اللي انت فيها مش حتى وLearning Curve كبير وLearning Curve ان انا اجيب ناس عشان حتى ما عرفوش الكلم دا يتعلمو مش سهلة ماشي و deploy ماذا تبلو Spark ازاي هل اروح لحاجة مثلا Serverless Spark ومش رخيصة ولا اروح لحاجة EMR Cluster ولا اروح لكوباريتس يعني كل حل محتاج ان افكر فيه محتاج حد يكون محتاج سويشا صعب لكن انا اروح لحاجة زي DBT او انا اماسك في DBT بس ساكم DBT خاص اروح افلو اضع SQL بيعمل Function شاء الله يكون Procedure عدري Procedure بالنسبالي لو ده هيقضي الغرض اماش مهمة عندي الكلام ده وان DBT بيديك تسخيل الكلام عندي بيديك فكته عندي مش DBT بنها ومش ال orchestration بتاع وقدم حد للفنقشناعات بس حتى لو ارميت كل الكلام ده وبرنيت كل الكلام ده SQL procedure وعملها في GitHub project نضيف وبتقول الكلام ده بشكل افضل يعني يعمله CTE وك بس مؤقتا انا مجل تنظر ان البيزنس مش هيستفيد حاجة ان تعمله fancy model وهو مش قادر يعني يكوب market هو business عايز يبص مثلا نفطال في ال ال اه عشان انا 50 ال ال لو عندي مثلا offer وعايز analyze impact ال وعايز اعمال churnal analysis لو اروح تقول business طبع ما يستخدم لدي اشترك هل بقول مثال business لو عايز check the churnal offer الجديد او churnal offer عايز اشاه impact ال offer اللي بيعمل عايز بروم اللي ادالي الناس ده هل هو عمل new user ولا retention ولا لا لو انت ادك المرام دي بس انا محتاج شهر business value deliver انت بتعطي تكومبليكات على نفسك كتير من data warehouse model في حتة دي ولا انت تعمل ETL لكي تجيب data من my sql و الكلام ده حال يعني ده برضو حتة مهمة وعلى الجانب الاخر اشان في حتة انا نسيت اقول لها انا ممكن في الاول خاص بداية حياتي في بداية start up لو وانا عندي database my sql وعندي replica لها ممكن اشتغل على replica أصلا وعمل فيها schema واشتغل كل الكلام باست agress مثلا وانا عندي post database ولها replica ممكن على replica أعمل schema وعمل dbt run على post agress و flow ومش الدنيا انا بس اقول لو افترضنا ان هم حدش ما عندكش replica و التي مش عزك باس فانت هتعمل بس migration على ad استخدام بتاعك فاهم وفترض ان انك عايز بنت dbt و hos scalable و hiaflable وفيها كل feature دي فده كلام مش رحناه في الحده دي بس still ما انت اشتغل على نفسك solution لو انت ما عندك حكيز بسيط يعني ده الصوت يعني فاهم هو الفاكرة بس ان انا يعني في حاجة جواي بتقول يعني انا طالما هبني الحاجة وعارف ان هغير ها وقدم بابني على انا اضاف ها من اول يعني انت مثلا بتقول لي مش عاعد عامل ابني في الفاكت وعمل وعمل حاجة الفانتي دي وعمل حاجة اللي تقدي البيزنس بديو بس واحدة على واحدة هتلاقي بقى الكوب بتاعتك بقى large piece of spaghetti كده كسير فانت محتاج هتوعد انت عارف انك هتوعد ميجريت الكلام ده او هتكون حققات البيزنس بديو واثبت البيزنس بس هتحس انك يعني مش عارف يعني عشان كده قلنا استخدم طول زي دي بتي مثلا مثلا اريد اريد اعزبني سوط سوط حل وانا عاف من هاجل سوط وانا هبني مانوال با ايدي هياخد مني تات يام شوار عشان هاتي خاص تستو في بالفت تحدي snapshot على دير snapshot تبنا خال ديتين فهو صوت حاجوات طول جدا او مش او كتبني كل حاجة سبكت تحدي او او عندما تو قوم مثلا لو انا عندي حتة موضل مسلا complicated قوي وانا ديمنش احس انهم مش افضل حاجة فاقب بقى over complicated dimensions design بتاعتي يعني مثلا انا اغير ال data base نفسها انا عارف ان انا ال data base هتريدش الليمتز بتاعها يبقى مابليش عليها لا لو انت بتقولي لو انت باتي بيزنس هروح لحاجة زي مثلا انا روح لحاجة serverless data warehouse ولا روح لمسلا custom my sequel data base ابني عليها لا مش هولا كحر ال custom my sequel هتهد وتبني لا معصولتش كده واحنا شكرا بدأنا حلقة بتاعتنا كلمنا على serverless data warehouse solutions ما تكلمنش على serverless databases احنا كلمنا على serverless database solutions اللي هي already بتسكيل معاك وطلع معاك في وقت ما تغايد ما توصل لما انت عايز يعني يعني بك كوي وعادت ترانى عليها terabytes هترانى معك وش اقولك لا يعني موضوع ان انا اخد بقى انا هعملها على data base من الاول عشان صغيرة وارخص من data warehouse بتاع ده ده انت مش شايفه صح يعني لو في بيقصي لو انت شك عنتاشت لا اعلمش خلص انا بس بكلم عنك صراح وانت عايز بس توالي الناس يعني ايه كلمة business intelligence عايز تعملوا simple analysis كده اه اعمل حاجة زي كده بس مش تعمل اكتبني بقى reporting كمده تعملهم بطلعهم بي او سي حتى انا بش كلمة بي او سي انا بحب mvp يعني كلمة mvp دي انا عارف ان هي كلمة بتفاك في الماركت دي بس mvp فعلا هي كلمة دقيقة اللي انا عايز اعمله اذا بها minimum viable product للحاجة اللي عايز ابنيها ظبطت معاهم وقعطلهم الفاليو والbusiness value ظبط خلاص ده اللي انا عايزه او امش محتاج ان انا انت بش بتستارد عدلاتك انت بتوريهم حاجة فعلا هله هي مفيدة للبزنس ولا فلن انت قصود ايه وده اللي انا شايف انا مش شايف ان انا بحاجة تعمل اكتب مكتب ظبطت معاهم والنس اشتررت الفكرة تبني بقى اللي قول نية وان حال ما زبطت شي، ما تعطيش بقى تبني لهم تنينفست كل فلوس دي وفي اخير وقت لاحقا ما اكشفنا احنا ما عايزين حاجة ابسط من كابك تيو دعم مش عايزين حتى الكلام ده احنا اللي عايزين نسمبل ريبورت سيكوال وخلاص في ساعتها تعمل على الدائب الزواج سيكوال وخلاص منتج بحاجة كل سلوشن ده فحيلا ده كان بيست وبيقلل ريسك احنا بحب كلمة ترديوس ريسك سبارتو يعني قليل مش عايزين بوك تعمل مائة بتفشل بس لحدش يحب يواجه نفسه بالحياة دي مش عايزين مائة بتفشل في غالبية بثمانية في المائة منها حلو؟ عمفلو مائة عام من مشاعر الفشلة هي مائة عام من يعني لابدين مائة مشروع ثمانين او سبعين منهم هيفشلوا مائة جوشن وثانين وعشرين هينجحوا كده بالإيه بإزاز فتما ترحش تبني حاجة كبير قوي منت بش ضرور من اشترك معاك لما تبني ممن بوااسخ وتوآت نفسي طول ترك الألت و عن مشروع مثل التradaform و و أن تطورو في أ marginalized ferry plat الأفضلية ينتج بفسدي يعني فعلا ما تشاركتها من كده ما تقولش صعب ديها لنفسك لما بقى تكبر الدزاين بعد ديتها ويحاوس مودل نفسه لازل فيه بلانس طبعا بينك تبني حاجة ضيفة وكويسة وازم تقول بيست براكتس احنا احنا اكيد مش بنقرأ بيست براكتس وكامبل مودل إن مواشن في الاخر نوع نعمل كل حاجة بيك فاكت فاكت يعني احنا بنقرأ كدنش نبدأ ننبلومنته بس اصد ستيلة وعندك ضغط في حاجة ممكن تفيد اعمل حاجة مش البست بس مش حاجة ضيعة خالص فاكتها حسنا بعدين يعني بس مش حاجة اكور مثلا ضيمنش اكور مودل وابدأ اعمله بشكل كله وان تو وان مع السورس واقول ده كده ديت مودل بتاعي يعني لأ كده في حاجة قادرات وازم تفكر فيها بشكل دقيقي يعني فاهمني موازم ممكن فيه سؤال كتير كان بيجيلي حتة طبعا انا اختار الـ data warehouse technology على اساس اي يعني 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 انا نجي redshift و inquiry و Snowflare يعني 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 عاني عاني عالي بعض الحاجة انا تعرف ان انا يعني بحكم انها شعار في شركة ما يعني فانيا يعني طبيعة شغلي بيخليني رأيي بايس يعني نسم من لا خبالتاخد رأيين هو رأيي فيه يعني لا انا رأيي بايس تحيد اصدر ونحن مش عادين بارده لا لا اوها هي بص وانا وجد نظري انا لو عندي الشركة الback-end team PDI شغال اي او اروح redshift قولاً واحداً يعني وانا بالنسبة لي شايفين AWS Most Complete Cloud Offering بعيداً عن أي تفاصيل مش شرط يبقى Redshift هو أعظم بروضك بس الإكوزيستم على بعضه كامل حلو لو بك أنت التيم بتاعي شغال على جوجل تب خلاص بيك كوية بخلاص أصلاً فكرة انده برضو خبالك في حاجة الناس مش عارفها دي عارف الهيدن كورس ما حالش بيقول عليها بقى لانا كنت مثلاً لو أنا التيم شغال على جوجل وأنا هشتغل على Redshift الميجرشن دي في نيتورك وجيجابايت وكلام ده الفلوس دي مع الوقت بتكوست يعني مع High Available مع High Volume في داتا بتكوست مبلغ كبير يعني سواء إن أنا يعني إن أنا بديتا بيهوز في حتة والباك اند بيهوز في حتة تانية دي أنا بريكم مندهاش أنا بريكم مند إن الدنيا تكون في نفس الكلاست بس لو أنا يعني أفترض عندي Option أختاري لتنين أنا بنسبة لي ريتشفت كويسة جدا والشركات الصغيرة ومتوسطة هي ممتازة كمان يعني حيثي بقى بنتكلم على Terabytes وCost ألا ما عملتش أنالسيزتها بصراحة بس أنا عايف فسلا زي ما أنتم بتقول يعني إن أنا شوف ناس كيف تشكل كميكوست راحة بيكوي كانت كده غيرت فترة أعطاكت سنة ونص أو سنعتين فاته وبعد كي بدأ يحسين وحيط الPricing Model ريتشفت عندها Options كثيرة وعندها Server وعندها Serverless وعندها Option تمرجي اللي تم بعض Server يعني أنا ما عارفش هل فيه Cloud Providers بيقف حاجة ممكن فيها ما عارفش أنا ده جاهلا مني أنا ما عارفش بكل معلومات يعني بس مثلا أنا ممكن يبع عندي Cluster وعضو شير من Cluster Cluster يعني من Cluster Server Serverless ووفصل الدنيا عن بعضها فكرة طبعا نزمة حاجة في فصل computer عن cost في storage ميزة يعني أنا بالنسبة لي لو عندي two options ممكن نحن بين Redshift وبquery بس يعني two options الأوساط هل تعرفت أن جوش contract أحسن مع Cloud Providers يعني بأن تستعمل يعني أعتقد يعني أن موضوع يعني أنا وجود نظري وجود نظري لو أن أنت مسل لو أنت على AWS حسن وأنت نظري أن أقول للناس طبعا بس أنا أريد أن بتساعدك بالعكس يعني في شركات أنا فقط تساعد الشركات يعني عادي يتعمل في Amazon يساعد الشركات MyGut Accelerate Usc نبني لهم MVP ونعمل الكلام فأنا شايف الشركات تساعد وستساعدك كمان لأن تجلب expert ي ي ي comment لكن كنت في database أو back-end source أو source ثاني ما أعطيت أفضل شيء وإن كان ليس غلط لكن أنا بنسبالي الأفضل أن يفضل للدنيا كلها في حتة واحدة يعني لو back-end على AWS أو DS أو أو كده خليك حاول server-shift طب لو أنت على جوجل يعني لا يوجد مشكلة رائعة بي كوية يعني لا أزمة خلص أحسن أصو يعني في شركات الصغيرة وحجم أنت صغير مع اعتقد شفوق النظر أن redshift لا يوجد كوية تفريق يعني أنا تفريق تفريق حسن هل أنت متخيل أن في performance أنا كنت مفضل بي query يدو 1 تفريق ويت شفت عنده 2 فكرة أن أصلا وانت بتعمل MVP بتاعك تبش تفريق فلوس يعني فلو وعشان كيف redshift يدو 300 دولار الفريدة لو حرفين هبقى كتير من 300 دولار دول يعني عرفش الناس خلاص MVP كله بحوال 70 دولار يعني كما مونيش حتى 100 دولار عشان كيف يقول MVP خلاص و بعد كد أفكر وكده كده يميز بقى أنك رايح serverless redshift ولا serverless BigQuery تبتل كلم أنك عندك يعني وهم مهما skill انت رايح معك يعني يعني إشعاكات ضخمة عندهم بقى terabyte شغالين على service دي فأنت أكيد يوم هتكبر قوي 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 أنت مش هتعدي سليف انت تصير شغال كويس يعني بس صحيح يعني اللي بقوله أن الناس تبني الحاجات تواعد serverless ممكن توفر شوية فلوس مش قليلة بالذات في الأول ممكن بعدين لو حاسوا أن يعني يقدر يدتكت أو يقدر يبردكت الكورس بتاعه ممكن يوحل يمانيج يعني stable instance ويبدأ بقى الموضوع ده يقلل الكورس بي أو يقلل أو يشوف طريقة ثانية بس still serverless هتوفر لك فلوس جدا في الأول لغاية ما تبدأ بعرف أنت عايز اي يعني نظيم جدا نعم حسس كتير من الانفورميشن دي مفيدة لحد لسه بيحاول يبني الانفرستركتور يعني برضو في حاجة حلوة انك انت يعني برضو من حاجات في عملها مصرع يعني ممكن انا بزرعي مفيدة صعام كون الناس بكتشوف او لا محب بكر عن بلوغ اللي بتاعت الكاستومر بلوغ مع شركة cloud providers يعني مثلا او customer x مثلا عمل migration لبلاتفرم تاعته على cloud provider y مثلا محب بلوغ زي يشوف هو اخذ الانفور انا اصلا اغلب السنوفلي conference مثلا هاو مش عارف شركة ايه migrated its data to سنوفلي والموضوع لما حضرت احب من الحاجات بحس هلا اقول ما فحاش التكنيكال دي الزاوي احنا كان عندنا data source 1 3 و ماجردنا هنا و عمل مثلا RBNB كان من حجرة كده RBNB كان من فترة بيحط uber مثلا كان بيحط تفاصيل اللي اخذ التفاصيل ده يعني انا شفت الحاجات بس مشارت كلها اللي علاقة بتتفاصيل ممكن حلقة مثلا الشركة بتستخدم مش عايف مثلا custom database و manage serverless سعب بحب hidden تفاصيل يعني سعب يحط تفاصيل كده ممكن صغيرة المشكلة اللي كنت مواجهها بالضبط اي الهدف بقى سعب تقعد انت عرفت في رغي كتير قوي بعد ده cancel عرف انت اشطب 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 كانت لابقى جمل بقى كده يعني paragraph كده ممكن هو انا بكر مكان اشن هنوصل للمعلومة دي ان احيان اصلا هو معلومة دي بقى واحد اركتكت مثلا قاعد بقى 30 سنة هو بيدفعول لفلوس يقول مع السطر ده هو السطر ده هو منخص مش منخص خبرته ونخص اله ونسعب احب النقل بحكم شغلي احوال ماهيش نقل بقى decision ليه نخص دي فبالتالي انا شايف نحيات اله في جزء منها مش طعف تاخده مش شغلي بس يعني في حاجة محتاجة يعني في حاجة بلوكز بتاعت التول بخصص من النوع ده يعني اي تول هايز الماركت بص على الشرك نفسها طيب بص على الشرك ساكم التول يعني يعني في بعض الشركات بتببضيش على وابس بتاعها تقول لك انا كان عندي مشكلة اكس واحد وي نتفليكس بتعمل كده وبالتالي نفسها بقى في البلوكز بتاعت التول نفسها وما بقى الماركتينج هما اللي كتبينها فأنا بحس ان دي بتبقى عقل انا مش متفق مع نظرتي قوي يعني يعني عاف ان مروضة باياس بردو ستيل بس يعني في بعض حاجات لا في يعني joint engineering engagement بين cloud providers وشركات والبي كتب engineers حسنا فيش ماركت حال ممكن بيخبوا معلومات مثلا شوية عشان لقى علاقة بتفاصيل زي بس بس ستيل لا اروح على شركات نفسها زي موت انا اديت اجزامبل بتال شركات عشان مالش راقب خالص اوبر ونتفلكس واب انا شفت الناس دي كانت بتطلع بتطلع تفاصيل بتقول انا كنت استرد كذا وروح كذا وايه اللي حاجات عملنا طيب احنا عملنا تول جديدة عشان تقومية مشكلة ايه مشكلة دي ممكن بعد سنتين تلاقي مشكلة دي في cloud provider سأعمل لها حل وعمل لها اوتمية التول بمناسبة وانا شفت حاجات بعيني يعني 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 اقول لك يعني اديك مثال للي حاجة بها الكام ده كله يعني انا مثلا لما شفت looker اول ما طلع ده ايه مواقف ده حصل وفي يا حد مصحابي يعني كنت شاهدة مواضع اما looker ترى وطلع looker looker this product will shine جميل جدا يعني وكنت فعلا شفت من اول استخدام لي يعني شفته كده وكنت اشغال بعمل b.o.c في حاجة كده وشفت looker looker this product جميل وقلت looker this product is a very good استغربت جدا نزل شركة شركات تتكلم عن ان they migrate looker and looker looker no looker no google as no google looker gogol 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 shine great so when i saw the hidden are on the model and perspective and engineering and how the scripting and how you take version from dashboards and how you فإن ساعة تتفضل مع الإنجنير والفيدوليزاتي حصتي أن هذا الموضوع سي جديد طيب أن أخبر الحطة الخامسة إقرأت بعض البلوكات من الشركات وكيف تفكرون على الأكتكتشور والإينترن الإنفرستركشر ممكن تساعد مستقبلاً أن تخفي الإجراءات عندما تحضر في محطة أن أخذ الإجراءات عندما تحضر في محطة الإجراءات عندما تحضر الإجراءات عندما ظهر إستمرار الإجراءات كما تحضر إيجاء المترض plataformas كده مش خايف. مش هتعرف. لو كنت بتحضر نفسك تقريبا كتير. لما تضع position هتبقى عارف ايه بيسموها او شكل لها اسم الكبير من جيزة اشتغلوس يعني اللي هو يعني بيستيجيس يعني. هقول بيستيجيس دي رديا بس يعني. وفيه دفع ثاني اللي هو يتقل انت يعني الارضة الافضل في الغرفة يعني. بس بدون نذكر ما تاني يعني. بس هي كده. ان كده تبدأ تشوف البيستيجيس تقريبا بيزدع المعلومات اللي عندك. فده هيجي لما تقرأ شوية ما معلوماتش تقت فور شور شوية يعني experience. بس القرية هتساعد في الحدي شوية. معظيم جدا. يا دي جود ديب الصراحي. اعتقد ان اللي انا تعرضت له من دول كانت هات بلوك بتاعت ناتفلكس واتيم بتاعت داتا بتاعتهم تيجي لأوي فعلا. وهو يعس فعلا ان ممكن الواحد يختصر خبرات كتير مش هيتعرض لها. انه يقرأ بس الناس اتعرضت لأيه ويشوفهم ويفكروا زي ممكن. تحسن طريق تفكيرنا في الامور. بعضو فيسبوك بيعملوا بالمناسبة بس يعني بتاعت فيسبوك مشكلة انا في حاجات توماتش تيكنيكا القوي. وحاجات صعب يخشوا في حاجات ناتوه كما بصعب جدا. بيعجبني البلوكس تاعتهم بصراحة يعني. وبتاعت فيسبوك بعضو صعب يطلعوا تيكنيكا البلوكس. قوي جدا يعني. في الانجنيرين البلوكس تاعتهم. اه اه انا برضو يعني. يعني. يعني ستلك هو. هي ده كله بيعندلك تحت ايه سيستم ديزاين. والتفاصيل دي. بس فيك ان احيانا السيستم ديزاين بيحكز في. يعني في حاجات كتير قوي. وانت لو يسا بداية حالك مش عرف تركز تفاصيدي كلها. فهي حاجة اقول لي. الشركات صعب تبتتكلم على بلوكس صغيرة. وتبتتكلم زي بتتكلم بلوكس دي وحليتها زي. هي فيسبوك اغلب الحاجات تستعملها يبتبقى انترنال تولز. بينما انت غالبا لما هتشتغل في شركة. الا لو انت اشتغلت في واحدة من الشركات تبتعمل انترنال تولز. غالبا تبقى استعرف. او انا على الاقل بفكر كده. هتبقى عايز تعرف الحاجات الثيرت بورتي. الناس استعملت ايه ثيرت بورتي او ايه اوبن سورس. عشان تحل مشاكلها. عشان تعرف تريبليكيت نفس الحلول عندك يعني. انا جاي في دماغ داتي مثال. ممكن قلنا اخي مثال اقول في حادتي. حادة جيت لعب مثال. يعني انا لما كنت باشتغل على مريكاشن بروشيك بسرن دي بي تي. فكنت عايز اخد مثال لناس بسرن دي بي تي. ان شركة تعتبر انتربايز. هي انتربايز. كنت لعب الشركة صغيرة طبعا يعني. فعادت اقرأ وهم البلوكز اللي نشرينها في دي بي تي ومشاكل اللي عملوها. محبتين لديكم فتاعتهم اصلا كاملة. مش بس كده. لا لا مش بس كده يعني. مثلا هديك مثال صغيرة اوي 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 يعني. كان في مشكلة صغيرة واجهتني. وانشغال مع الشركة معاتين كبير بسرن دي بي تي. كان ان هما. كل حد يبوش الكود فيه سنة من الستاندار في الكماتس وفي الستايل والكلام ده. لاتوا ما عملوه عاملين اوتوماتيك اللي هي بي كوماتي تشيكس اللي عاملينها. وحطينها في البلوك تاعتهم. جاهزة وعادي كلمة عن موتيفيشنتهم اللي انا مشكلة بعلي منها ومحلوها ازاي. فلما جيت ابني بعد كده. خدت الكوب بتاعهم اصلا كوي بس. وحطيته في الحدة دي وانت يا شغالة زي الفل. وعجبتني الفيكة حتى عملت ابطيطة عليها بقت ان انا اشوف زي عملها. فمسلا جيت لاب في حد دي بي تي. فرغم ان هما هما مش مش برودكت او دي بي تي. يعني هما مش شركة تاعت دي بي تي. الشركة بتاعت دي بي تي. فانا عطى كبير بلوك تاعتهم هما ازاي بيستخدم دي بي تي. انا مش بتكلم. انا بدي اجزام باشي بس حواسعي. ناس الموضوع مش لازم يكون. ،وان شركة بتاعت ما هي عملية تو بي المسكيراتش. لا تو بي الشركة بصورة دي بي تي. بس هي بتاعت ماذا تستخدمها ازاي. فالجي تلابد كم مثال كويس. فالهي تلي وعجبتني بسرحة يعني. انا انا. يا حد لو حد بيستخدم دي بي تي. كانت او في سورس بقوة يعني. بالل اي كانوا بيع بي او او بطريق سورس بكوة يعني. بس انا بدل اخطر قامة يعني. جيت لاب مش بتاعت دي بي تي. يعني. نعمل للسطيل الجديد ده وتلاقي اصلا في حاجات انت فانت فكر فيها انا عندي نفس المشكلة دي فانت لما يطهرش هم هكتبني هتبني تماما بس الغلطة بتاعتهم باكاة صلاح ابعدين بقى بقى ممكن يكون كوستلي ومعندكش حاجة من انجينيريز ازا عندهم يعني بس يعني انا بدي اكزامبر الا انا اقصدتها حديدة عشان باس محدش اكيد ما اقصدتش احد يرا تشوف او الاتنساعة نتورك طبعا انا اقصدتش الليفل ده من الانجينيينج بلوكز يعني اصلا نايز عندها مشاكل بتحاول شوف زي بتحلي مشاكلها بالشكل ده عظيم جدا انا احسس ان احنا فعلا جمعنا يعني ايه نصايح كتير في ازاي نفكر في ان انا نبلد السيستم بشكل براجماتيك كلمة براجماتيك دي يعني ايه موناسبة الموضوع ايه احسن تحط الافورت بتاعك في احسن مكان لي عشان تطلع بالي في اسرع وقت تكلمت ان احنا اول حاجة هنحط البيزنس باليو في الكور بتاع حركتنا في اننا هنحاول نحاول نحاول البيزنس باليو ده بقى اللي مجهود ممكن ونفكر في الاسكالابيليتي باننا نستعمل تولز بتحاسبنا على اد اليوسيج بتاعنا احنا نحاول ما نخشش في السبسكريبشن سيستم بالذات الانويل لا احنا نحاول هي الحاجات مثلا اليوسيج بتاعنا اكس يبقى ندفع اليوسيج بتاعنا وبيبقى بيسكيل مع الحجم بتاعنا ده ظهر في اختيار بتاعنا نحن هنستخدم serverless technologies وهنستعمل تولز الجاهزة بتاع الديتا ميجريشن مثلا زي 530 او الحاجات اللي موجودة في AWS والحاجات اللي موجودة في جوجل وبرضو في الاختيار البي اي تول نحاول نستعمل حاجة برضو بسكيل على اد اليوسيج بحيث ان احنا كل ما ناخد value اكتر كل ما ندفع اكتر بس لو احنا استعمالنا قليل احنا نبقى ندفع او استعمالنا قليل عشان نعرف نفوكوس على البزنس بادي ولكم منصلي متبعش yearly برضو يعني فكرة ننروح yearly مش بقى كويس ان اممكن نشيك اوزا وديوزا بفترة معينة اتناقص يوزا في خلينا حتى في البيعي طول نفكر في حاجات منصلي متبعش yearly subscription عظيم جدا ويعني شكرا جدا ليك مصطفى انا نحاسس ان استفد كتير من وان شاء الله 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 ولو عندكو اي اسئلة ممكن تحفظوها على اليوتيوب فيديو او عندكو اي اختراحات لحلقات جاية اقولنا الاختراحات الى الحاجات اللي انتم عايز لنا ونشوفكو على خير بإذن الله السلام اشتركوا في القناة